السلام عليكم نشرح في هذا الدرس عن العمليات في البداية ممكن نشرح العمليات الرياضية لو نعرف مثلا x يساوي 1 فارزة منقوطة كذلك var آخر y يساوي 2 فارزة منقوطة على سبيل مثال متغير آخر وليكن اسمه z هذا z يساوي x زائد y فارزة منقوطة ممكن بعدها print واطبع مثلا z يساوي قيمة z بهذا الشكل فارزة منقوطة اضغطران البرنامج شو بأنه يتبعي z يساوي 3 إذن فعلا z هو x زائد y بمعنى 1 زائد 2 فيساوي 3 كذلك العملية الأخرى هي الطرح أو subtraction فبالتالي 1 ناقص 2 العملية الأخرى هي الضرب الضرب في البرمجة بهذه الصورة ف1 في 2 الناتج يكون 2 كذلك العملية الأخرى هي division في البرمجة بهذه الصورة إذن x تقسيم y يعني 1 تقسيم 2 أضغط ران الناتج هو نص أو 0.5 أوكي العملية الخامسة في البرمجة هي باقي القسمة باقي القسمة هي النسبة المئوية يعني لو تكتب بهذه الصورة x النسبة المئوية ومن ثم y بمعنى باقي قسمة ال-x على ال-y لو أضغط ران نشوف بأنه يعطيني 1 معنى هذا بأنه يقسم قسمة صحيحة يعني 1 1 تقسيم 2 صفر يعني 1 كم 2 صفر والباقي هو 1 فبالتالي يعطيك الباقي مباشرة 1 حتى يكون مثال أوضح على سبيل مثال أوضع مثلا 9 أوكي أضغط ران من الجديد شوف يعني أيضا يعطيني 1 إذن 9 تقسيم 2 فيها 4 4 في 2 8 فالباقي 1 فإذن يعطيك الباقي 1 فهذه العملية الخامسة اللي هي الموديوليشن أو باقي قسمة كذلك عندما تدرس العمليات الرياضية فيجب أن تعرف ال-priorities أو ال-order of operation أو الأسبقية في العمليات الرياضية بمعنى أنه لو كان عندي x زائد y تقسيم 2 الآن أنا أعتقد بأنه x هو 9 زائد y بمعنى 2 11 تقسيم 2 فالمفروض يكون 5.5 أضغط ران شوف الناتج 10 وليس 5.5 إذن معنى هذا بأنه ال-order تقسم ال-y على 2 يعني ال-y هو 2 2 تقسيم 2 وهو 1 1 زائد 9 فالناتج 10 إذن ال-order أجرى القسمة قبل الجمع كيف هذا الشيء تم باختصار يجب أنه نحفظ الأسبقية في العمليات الرياضية أسبقية العمليات الرياضية هي كالتالي باقي القسمة ثم القسمة ثم الضرب ثم الجمع ثم الطرح باقي القسمة ثم القسمة ثم الضرب ثم الجمع ثم الطرح هذه هي الأسبقية في العمليات الرياضية فال-dart ينفذ الأكواب من اليسار إلى اليمين ويراعي الأسبقية يعني بهذا السطر على سبيل المثال هو عنده جمع ال-addition وكذلك عنده ال-division أو القسمة الآن عنده عمليتين رياضيتين فهو ينفذ من له الأسبقية أولا يعني حاليا القسمة له الأسبقية على الجمع فبالتالي ينفذ القسمة ومن ثم الجمع أوكي فلو أريد يجري الجمع ومن ثم القسمة فيجب أنه هذه X زائد Y أضعها ما بين الأقواس إذن أفتح أقواس وأضع X زائد Y بهذه الصورة الآن لو أضغط ران الناتج 5.5 أوكي بهذه الصورة فهذه الأسبقية في العمليات الرياضية إذن هذا ما يخص العمليات الرياضية كذلك هناك شيء آخر يسمى بـ بمعنى أنه على سيئة مثال لو أكتب X بلس بلس فالزة منقوطة ومن ثم أطبع قيمة X أوكي أضغط ران من جديد شوفي أنه يعطيني عشرة إذن قيمة الأكس الأصلية هي تسعة لكن عندما كتبت X بلس بلس يعني زيد قيمة الأكس واحد فهذه التسعة أصبحت أشرة فعندما أطبعت قيمة الأكس فأطاني عشرة فهذه الأسايمنت أوبريشن أوكي فهذه هي الزيادة أو الإنكريمنت كذلك ممكن النقصان أو الدكريمنت على سيئة مثال Y ماينس ماينس فالزة منقوطة الآن أطبع قيمة ال-Y المفروض بأنه يعطيني واحد إذن فعلا أعطاني واحد الأعتبار أنه ال-Y هو أصلا كان الثنيا فنقصت قيمة ال-I واحد فأصبح ال-Y عبارة عن واحد لكن لو أريد مثلا أنه أزيد أكثر من واحد يعني هذه التسعة أزيدها الثنية فتصبح أحد عشر فكيف هذا الشيء يتم ممكن نستخدم عبارة أخرى اللي هي X يساوي X زائد واحد معنى هذا بأنه X الجديد هذا هو X الجديد يساوي X القديم زائد واحد إذن هو نفس X القديم تسعة زائد واحد فيصبح أشرة فلو تريد أنه زيدة اثنين بهذه الطريقة فهذا الشيء ممكن على سبيل مثال X يساوي X زائد اثنين حاليا نطبع X يعطيني 11 كذلك حتى ممكن تستخدم العمليات الأخرى يعني مثلا X يساوي X في اثنين بهذه الصورة يعني X الجديد يساوي X القديم في اثنين إذن تسعة في اثنين 18 أوكي طبعي 18 إذن هذا هو الشكل الأول من Assignment Operation هذا هو الشكل الثاني من Assignment Operation كذلك هناك شكل آخر للAssignment Operation وهو شكل مختصر لهذا الشكل بمعنى أنه بدلا ما أكتب مثلا X يساوي X زائد واحد بهذا الشكل ممكن أكتب عبارة بديلة مساوية لها أكثر تطورا بمعنى أنه أكتب X plus equal to 1 فارزة منقوضة بهذا الشكل X plus equal to 1 هي نفسها X يساوي X زائد واحد أوكي يعني أنا سأي مثال لو كنت تريد مثلا X يساوي X في 2 بهذا الشكل فتكتبها X multiply equal to 2 إذن X ضرب يساوي 2 معنى هذا بأن X الجديد يساوي نفس X القديم ولكن في 2 إذن حاليا أضغط راني يطلعني نفس الناتج أوكي فهذه Assignment Operation ثلاث أشكال للassignment Operation كذلك هناك عمليات المقارنة بمعنى أنه ممكن حاليا أكتب مثلا X أكبر من Y أوكي وأضغط حاليا شوف يعني يطبع للترو إذن print X أكبر من Y هذا كأنما سؤال يعني حاليا أنا كأنما أسأل هل X أكبر من Y هل 9 أكبر من 2 الجواب الترو بمعنى نعم إذن دائما جواب منطقية إما true أو false إذن علامة الأكبر ممكن تكتب بهذه الصورة كذلك مثلا علامة أصغر هل X أصغر من Y الجواب false كلا X وليس أصغر من Y كذلك لو أردت مثلا أكبر أو يساوي أكبر أو يساوي في البرمج تكتب بهذه الصورة هل X أكبر أو يساوي Y الجواب true نفس الحالة هل X أصغر أو يساوي Y الجواب false هل X يساوي Y في البرمج تكتب بهذه الصورة هل X يساوي يساوي Y يعني هل X يطابق Y أضغط run الجواب false يعني X ويختلف عن Y كذلك هل X لا يساوي Y تكتب في البرمج بهذه الصورة علامة تعجب هل X لا يساوي Y هل X هي ليست نفسها Y الجواب true فعلا أن X تختلف عن Y كذلك ممكن نتحقق من الأنواع باستخدام Is وال Is Not بمعنى أنه هذا X حاليا هو integer أريد أن أتكد هل هو integer فأكتب is int إذن X is integer هل X هو integer أضغط الجواب يكون true فعلا أن X هو integer كذلك ممكن X مثلا Is Not إذن Not هي علامة تعجب فأوكي X is not integer هل X هو ليس integer الجواب يكون false كذلك ممكن جمع شرطين معا أو التحقق من شرطين معا بمعنى أن على مثال X أكبر من 5 ومن ثم استخدم علامة end إذن end end ومثلا Y أصغر من 7 الآن أضغط يعطيني true أوكي نشوف بأن يعطاني true إذن معنى هذا بأن تحقق من شرطين معا هل X أكبر من 5 وكذلك Y أقل من 7 فعلا X 9 أكبر من 5 Y هو 2 أقل من 7 إذن بما أن تحقق الشرطين معا فالناتج يكون true إذن هذه end تفيد تحقق الشرطين معا فقط إذا تحقق الشرطين معا يكون الناتج true كذلك هناك or or في البرمجة بهذه الصورة بمعنى أنه إذا تحقق واحد من الشرطين فالناتج يكون true هل X أكبر من 5 أو Y أقل من 7 ينعنا سي مثال حتى لو كان 7 لكن مما أنه هذا الشرط متحقق فالمفوض يطبع لي true إذن أضغط run يطبع لي true كذلك لو انتفى تحقق كل الشرطين يعني هذه X جعله أقل من 5 الآن كل الشرطين false فأكيد يطبع لي false أضغط run شو بين يطبع لي false